من القاهرة ينضم إلينا السيد عبدالباصط بن هامل الكاتب والصحفي الليبي سيد عبدالباصط تسعة مواقع عسكرية تم استعادتها دون أن نسمع عن أي معارك كبرى أو مواجهات ما السبب برأيك؟ يعني إنجاز مهم للقوات المسلحة يحسب لها في هذا التوقيت والسرعة وسرعة الإنجاز في عاصمة الجنوب من يتسبها هذا يأتي إلى أن القيادة العسكرية تعاملت بشكل آخر بشكل اجتماعي وبشكل حوارات مع مكونات مدينة سبها وبالتالي كان التسليم ميسر منذ الأمس وحتى اليوم وسيستمر هذا العمل في كل المناطق الموجودة في مدينة سبها ولن يتوقف عند مدينة سبها وإنما سيستمر حتى الأقصى الجنوب على الحدود الشدية المسألة ستبدأ من بعد هذه المناطق يعني اليوم سيكون ميسر الأمر ولكن غدا لن يكون سيصطدم مع المعارض الشدية سيصطدم مع الجماعات الإرهابية التي فرت وأصبحت تتحرك في الصحراء وهذا سيبدأ فيه تحرك لسلاح الجو الليبي أيضا تحرك للقوات الخاصة في العمليات ضد البؤر الإرهابية ضد الجماعات المرتزقة المسلحة المتحركة والوافدة من الخارج نعم طبس عبد الباصد في الآونة الأخيرة الدور العسكري بات قويا وفاعلا بشكل كبير ما أدى إلى اكتسابه زخم شعبي كبير جدا هل يأتي هذا الزخم في الوقت الذي فقد فيه الشعب الليبي الثقة ربما بالدور الأممي وقدرته أو قدرة الأمم المتحدة على إحداث أي تقدم في الملف الليبي السؤال المهم الثقة ازدادت بشكل كبير جدا في المؤسسة العسكرية من قبل الشارع الليبي التي حققها في شرق ليبيا في درنا وبنغازي وأيضا بسط سيطرته بالكامل على الهيان النفطي واستعادة المنظومة الأمنية عافيتها تحت حماية المؤسسة العسكرية الاستخباراتية الأمنية بالكامل أصبحت تعمل بشكل جيد أصبح لديها الدعم الكبير والمطالبة الشعبية بالذهاب إلى الجنوب ورأينا هذا واضحا في مكونات الجنوب وبيانات التأييد التي صدرت من القبائل منظمات الأهلية والمدنية والمجتمع المدني وأيضا القوى السياسية موجودة في جنوب ليبيا أصبحت الهداءات حتى موجودة الآن في غرب ليبيا أصبحت واضحة البحثة الأممية فشرت الحقيقة في أداء عملها وأصبحت وكأنها تعمل ضد طرف آخر بيانها الأخير الذي صاغاه غسان سلامة الذي ادعى أن هناك ربما ستكون مواجهات مسلحة في تحرك الجيش الوطني في الجنوب الليبي غير صحيح بالمرة وكان الرد عليه شعبي واضح من الجنوب الليبي وهذا هو الذي سيؤدي بطبيعة الحال لإنهيرات أي حلول يقدمها البعثة الأممية غسان سلامة ومعه في الفريق البعثة بهذه التوظيفات الخطيرة جدا واللي يدخل في مسارات ضيقة هو معني به إيجاد حل ما بين فرقاء السياسيين الموجودين في البرلمان وبقايا المؤتمر الوطني مجلس الدولة هذا هو الحل الرئيسي هو ميسر ولكن هو تجاوز هذا الدور وأصبح حقيقة وكأنه حاكم ليسير أمور البلد البعثة ككل يعني ليس كم موظف غسان نعم سيد عبد الباسد أشكرك جزيلا من القاهرة عبد الباسد بن هامل الكتب الصحفي الليبي